اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكاتب الكبير العظيم صالح منتصر توفق على رحمة الله منذ ايام من اكتر الناس اللي زعلت عليهم لاني كنت جنبه جدا اكتر من 14 سنة تعرفت عليه في نهاية التسعينات وانتش شخصية غير عادية شخصية فريدة اولا هو اول من دعا ان نعمل يوم للامتناع عن التدخين 9 فبراير يوم هو بطل تدخين فقال نعمل اليوم ده وبقى يكتب عنه كل سنة يلا 9 فبراير اللي ناوي وطبعا التدخين هنبقى نتكلم عليه ونجيب سيرة المرحوم الكاتب الكبير صراح منتصر واحنا بنتكلم عالتدخين انسان بمعنى انسان فيه ناس كتير ما تعرفش كان بيعمل ايه لا الاصدقاء ولا الفقراء ولا اللي اللي محتاج حاجة فيه ناس في المراكز اللي زيها صراح منتصر فيها تقبى وتأنف انها تخدم حد يقول لك بيستغل سلطته ومركزه سلطته ايه ومركزه ايه هو اللي ما يستغلش مركزه وسلطته في خدمة الناس ده يبقى انسان سليم ده ربنا اداك مكان لخدمة الناس انا بدعينه من قلبي من رحمة وان يتغادى الله عن اي خطأ ارتكبه انا معرفش اي اخطأ ارتكبه معرفهاش لكن ربنا ما فيش انسان ما بيغلطش يا ربنا يغفر له كل ذنوبه ودعوتكم عاية له بالرحمة والمغفرة وان يكون يعني مع الشهداء الصالحين والانبياء في الجنة دلوقتي ان شاء الله صلاح منتصر كان بكتب عمود في الاهرام يومي يلا نجمع الاعمدة اللي كتبها كلها اعمدة انسانية وسبحان الله كأنه عارف انه حيموت كتب ذكريات صحفية نتكلم الحلقة كلها بس هو كل اللي بطلبه منكو ايها المشاهدين الاعزاء ان تطلبوا له الرحمة معايا لان رجل يستحق كل رحمة وكل خير يارب يكون في الجنة دلوقتي ونخش معايا ان شاء الله النهاردة موضوعنا الطبي موضوع مهم ليه فيه ناس بتستهون فيه تستهون جدا وفيه ناس بتبالغ فيه لا الاستهانة مطلوبة ولا المبلغة مطلوبة خلص الموضوع ده موضوع مهم جدا لانه عند ناس كتير يعني ساعات كتير يقول لي طب انا اتحرك امتى 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 روح المستشفى او روح للدكتور موضوع الام الصدر الام الصدر حيبقى موضوعين موضوعين ايه اسباب الام الصدر وايه مواصفات كل سبق هو الام الصدر عند معظم الناس تسوي زبحة صدري غلط غلط ده عند معظم الناس غلط مش صح ده ممكن تكون حاجة هيفة جدا جدا انما امتى تتحرك للدكتور طبعا الافضل انك تتحرك للدكتور في اي الم في الصدر اي الم جالك سينرا تتحرك للدكتور وهو اللي يحدد هل هذا الالم بسيط مش محتاج علاج ولا محتاج علاج ومحتاج دخول المستشفى والا الاخر زي ما حتكلم الام الصدر هنتكلم السبابها اي ومواصفاتها اي تقول يعني ايه مواصفاتها مفيش الام زي التاني مفيش الام زي التاني هل الام التهاب البنكرياس زي التهاب الزايدة مهلتين في البطن لكن دي مواصفات ودي مواصفات ودي اللي بنعلمه الولادنا في كلية الطب ازاي بتشخص من كلام العيان العيان لسه بتكل لسه ما كشفتش اقول ده احتمال كبير جدا جدا ان يكون التهاب بنكرياس مش زايدة ان تكون قرحة في المعدة ان تكون قرحة فتحة كل جي الام بط لأ والعجب الشديد 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 ان تكون الزبحة الصدرية جاية بألام في البط في اعلى البط مش في الصدر احنا شفنا حالات كتيرة جدا جدا زبحة صدرية اثبتتها الاسطرة العيان في الاول كان معمول لمنظار ليه ممكن يخدع يخدع جدا 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 لانه جاي بألام في البط وفي اعلى البط مطرح القرحة فيتعمل لمنظار عشان كده الدقة ده الكلام ده للدكاترة الدقة والدقة مهمة جدا 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 ومناسبة الدقة هقول لكم حاجة عجبتني جدا في القرآن عجبتني جدا في الدقة سيدنا ابراهيم بيقول ربنا سبحانه وتعالى ربي ارني كيف تحيي الموت وبقيت الحديث اولم تؤمن بلى ولكن ليطمئن قلبي قال طب خد يرأى الطح وعطاع الجبل وادعهن يأتينا كايه بصدقة بقى يأتينا كسعيا الله عيجو ماشي طيور طب ما كان الاولى ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يأتينا كطيرا لا يأتينا كسعيا لان طيرا جايز جدا جدا ما يكونش هي طيور رب سيدنا ابراهيم ما ياخدش باله انه دي طيور اللي هو ده بح وقطح لكن لما يقولوا ماش اهم ما دول اللي انا ابتعتهم بصوا الدقة في اختيار لفظ بدل يأتونك طيرا لا يأتونك سعيا عشان يتأكد سيدنا ابراهيم من دقة الحدث فالدقة في التشخيص مهمة جدا 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 يعني الطب يبدأ بالتشخيص عمر ما كان الطب عليك لان لو جبت عيل قد كده في كل الطب يقوله ده عنده زبحة يقولي هاخد كذا وكذا وكذا انما الشطارة اعرف انه زبحة الصعوبة في الطب والمهارة في الطب في التشخيص العلاج اي حد يكتبه سهل انما التشخيص هو الفن كله في الطب وفي التشخيص اي عيان يقول اي اي الام يسأل ستة اسئلة اي مريض كلمة اي في الطب في كلية الطب في سنة ربعة ستة اسئلة واحد فين الالم ما كان انا موجوع يا دكتور فين الوجع ساعات فيه ناس يعني ايه يخلي الواحد ضغطه يعلى فين الالم يعمل حاج يقولك في الحت دي كنزا شاور على جسم كله فبنستعين بكلمتين بكلمتين كلمة الاولى فشلت يبقى كلمة تانية شاور بصبع واحد شاور على الالم بصبع واحد هنا او هنا او هنا يقول لي لا هو الالم اصله اكتر طوع وانه شاور بكف ايدك ما تحركش ايدك شاور بكف ايدك يقول لي الالم هنا يبقى ده اول سؤال مكان الالم ده مهم جدا 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 اظن الالم هنا غير الالم هنا غير الالم هنا غير الالم في القفة غير الالم في الظهر هيشاور كما ده اول سؤال نمرة اثنين الالم شكله ايه يقول يعني شكله ايه ساعات عيني يقولك عليه شكله ايه اوه ما اضرب له امثلة اقول له فيه الم زي السككين يقول لي لا اقول له فيه الم زي طوبة على صدرك يقول لي اه تقريبا فيه الم كأنه حموضة تخيلوا بقى الحموضة دي محتاجة فاصل ليه بقى الحموضة كانت محتاجة فاصل ليه لانها بتلخبط جدا جدا واحد يروح لدكتور يقول له انا عندي حموضة اظن يعني اي حد في الدنيا لا يفكر الا في مشكلة يرتجع مريء يا قرحة في المعدة يا قرحة في الاثنى عشر يا فدق في الحجم الحاجز ده هيفكر فيه وحيبعته يوجهه الى شغل الجسد وهو زبح فعشان كده خلي بالكم بالشرط ان الحموضة تبقى معدة خالص زي ايه كمان زي سككين يعني انا بكلم على انواع الالم زي طوبة على السدر حجر على سدر زي انا متضايق مش عارفة نفس ده نوع الم من اكثر الحاجات اللي اضحكتي فيها في حياتي انا بقالي 55 سنة دكتور اكتر ستة في الدنيا ده حاجتني عندها الم بقول لها فين قالت في سدري فاني حتة في النص قلت لها شكله ايه يا امي قالت لي عارف وجع الدورة الشهرية قلت لها يا بنتي حعرفه من ايه قالت لي زي معاد الامام ايان منتو الحكومة عارفين كل حاجة تقول لي منتو دكتور عارفين كل حاجة في حدود لنا فنوع الالم ده السؤال التاني يبقى اول سؤال هو اين الالم اتنين نوع الالم تلاتة ايه اللي بيجيبه ايه اللي بيجيب الالم تقول لي اما مشي ده حاجة اما اطلع سل ده حاجة لما اسقع ده حاجة تانية لما يكل ده حاجة تانية وهكذا ايه يا ابني اللي بيجيب الالم وساعات احنا نساعد العيان يقول لي يعني مش عارف ايه اللي بيجيبه نقوم نلخبطه كده لما تزعل ييجي الالم ده ايه بسبيل اللخبطة يعني لحد اما هو يبتدي يقول ايه اللي بيوديه ايه اللي بيودي الالم طب جيلك الالم انا كنت ماشي اول ما وقفت الالم راح ادي بيودي الالم اما خدت قرص تحت لساني القلم راح لما ارتحت شوية القلم راح كويس طب بيسمع فين السؤال الخامس بيسمع فين بيسمع في كدفي غير في رقبتي غير في كدفي اليمين غير في ظهري غير ما بيسمعش القلم بييجي في صدري وبس اخر سؤال بيقعد قد ايه ده سؤال مهم جدا 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 القلم لما بييجي بيقعد قد ايه مش بقاله قد ايه عندك تقولي بقالي سنة بتقلم ده موضوع تاني لكن القلم نفسه بيقعد قد ايه اربع دقايق خمس دقايق ولا اربع وشين ساعة القلم بييجي اربع وشين ساعة يقعد مايروحش دي اي قلم لازم الستة اسئلة دول يتساعدوا فين القلم نوع القلم ايه اللي بيجيبه ايه اللي بيوديه بيسمع فين بيقعد قد ايه دول ستة اسئلة مقدسين بنزغطهم كده لطلب تكوني الطب لازم اطالع حافظ الستة اسئلة طيب اسباب الام الصدر كثير هنقول الاسباب ونقول كل واحد يمتاز بايه اي اي كل واحد اطبق عليه ستة مؤط لماذا احنا ما بنعليكش حد في تليزيون حاشا لله ان يكون التليزيون اداة للعلاج اطلاقا ده توعية توعية عشان لو حسيت بحاجة امتى تقلق امتى تروح للدكتور بسرعة جدا امتى لقى على مهلك وهكذا فدي توعية وليست علاج اطلاقا ولا تشخيص ايه اسباب الام الصدر كثيرة جدا جدا طبعا رقم واحد ان تكون الام نفسية تقول لي انا هارسويد نفسية حتى النفسية جات في الام الصدر اقول لك ايوه ايوه ان تكون نفسية واحدة ست حول سن انقطاع الدور حول الخمسين تمانية واربعين واحد وخمسين في السن وجزها جاله جلطة في القلب وتنقل المستشفى وديني اتقلبت عشانه شهر ويبتدي جيلها الام في الصدر نفسية حاشا لله ان انا بقول ان انا بتدعي مرض اطلاقا في ناس كتير جدا جدا فاكرة ما قولوا دي حاجة نفسية يعني ايه يا دكتور نفسية يعني انا كداب لا يا حبيبي المريض النفسي حاسس بقلم هو مش كداب ولكن مفيش سبب عضوي مفيش مصيبة هي القصة قصة نفسية و لما تخش بقى كل الطب هتشرح لك ازاي ان المريض النفسي يحس بقلم ده ممكن المريض النفسي يبقى مش شايد ومعنيه سليم ممكن يتشنج ومخه سليم ممكن يتشل وعضلاته سليم وممكن يتقلم وما فيش سبب للألم فنبدأ دايما الاسباب بتاعة ألام الصدر ألام صدر نفسية بتيجي الناس معينين انت وانت قاعد والمريض بيتكلم او الست بتتكلم هي اكتر في الستات من الرجال بتشخصها دور سهلة جدا اما طبع عليها الست نقط سهلين جدا جدا لكن حذاري حذاري تقولها دي حاجة نفسية هتزعل زعل ما حصلش تطلع السرير اولا تكشف على المريض ده قلب به تكشف عليها وطول في الكشف كلام ده بقى الولادي الدكات طول في الكشف على مهلك ليه عشان ما اقولها ما فيش حاجة بعد جاء تصدق قد اعمل لها رسم قلب وانا متأكد انه حيطلع سليم هيبقى الرسم القلب في الحالة دي علاج وليس وليس ابحاث ده انا اعمل لك رسم قلب وطلع سليم ومش معقول حد حك عليك وبعدين يا اخواننا احنا ممكن يعني تخفي المرض عن مريض سرطان بس مقدرش اخفيه عن مريض قلب انه باخد تعليمات كثيرة جدا في الحركة وفي الاكل وفي الادوية ما اقدرش اخفي مريض قلب اخفي عنه المرض متاتا فيبقى اول سبب من اسباب الام الصدر حقول الست نقط حنطبقه معانيه هي الام اللي احنا بنسميها زبحة كذبة زبحة كذبة هي زبحة صدرية بس مش زبحة صدرية دي كذبة نمرأ اتنين زبحة صدرية اللي بحققوا حقيقي بقى ده الام صدر مهم نمرأ ثلاثة التهاب الغشاء المغلف للقلب من زمان اوي احنا اتفقنا ان القلب ده حواليه غشاء اسمه طامور غشاء اسمه طامور التهاب الطامور يعمل الام في الصدر التهاب الطامور نمرأ اربعة ومهمة جدا 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 جلطة الرقة اللي جاله جلطة في الرقة عنده الام شديدة في صدره هنوصف كل حاجة هنوصف عليها الست نقط اللي انا قلت بنسأل عيان عليهم نمرأ خمسة فيه شريان اسمه الاورطة ده طالع من البطن الايصر ساعة اللي يحصل فيه هنفترض ان ده جدار الاورطة ده اداية اللي اتنين دول جدار الاورطة ساعات جدار الاورطة يتفتق يتفتق كده بيدي الام شديدة جدا 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 اسمه تفتق الاورطة واحنا جبنا التفتق ده من القرآن ان السماء والارض كانا رتقا ففتقنا هما يعني فصلناهم عن بعض فاحنا سمينا ان الاورطة لما يعمل كده يبقى اسمه نبي دي الام شديدة اول امرأة ستة واخر حاجة هي جلطة الشريان التاجي انسداد مش زبح انسداد شريان تاجي يبقى عندي زي ما بسأل ستة اسئلة عندي ستة اسباب في القلب في القلب ستة اسباب في القلب يدو وجع في السدر واحد الذبحة الكسبة اتنين الذبحة الصدرية تلاتة جلطة الرائعة اربعة التهاب الطامور اللي هو الغلاف المغلي في القلب خمسة تفتق الورطة ده برضو ألام شديدة جدا نمرأ ستة ألام شديدة شوية هتفرق قوي عن الزبحة الصدرية وحقول للفروق لان كل واحد لازم يعرفها خاصة المريض اللي عنده زبحة المريض اللي عنده زبحة لازم يعرف كويس جدا انت شوريان سد انت الزبحة شوريان دي هو شوريان كده دي قد كده تمام طب امتى تسد لازم يبقى عارف جدا عشان الدقيقة بتفرق والله العظيم الدقيقة تفرق لو رحت بدري المستشفى بدري غير بعدها بربع ساعة غير نص ساعة غير ساعة غير ساعة ونص ودي يعني رجاء لما تلاقي عربية اسعاف والسعداء لان اللي جوه ده الدقيقة تفرق معه وممكن تكون انت لا قدر الله لا قدر الله محدش يسيب عربية افتحولها طريق الدقيقة بتفرق مع مريض انسداد الشرين التاج ليه لان انا اقدر ادوب الجلطة بس ليه وقت ليه وقت لو الوقت ده عدى ما ينفعش ندوب فالوقت ده لو وصل في المستشفى بندخل قسطرة وندوب الجلطة وكأن شيئا لم يكن خلي بالك من الكلمة وكأن شيئا لأي حد يشوف عربية السعاف وص علىها عشان ايه توصل بسرعة وتنقذ الرجل اللي هو طيب ناخد اول سبب من اسباب الام الصدر القلبية الام الصدر كثيرة جدا ممكن فتق في الحجاب الحاجز يعمل الام في الصدر ممكن تقلص المريء هتكلم عليها بعدين بس بعد ما خلص الستة بتوع القلب القلب يسبب الام ستة كل سبب له مواصفاته الخاصة جدا اللي ما نتلخبطش فيها خلي بالكو حلقة النهارده درس مهم جدا درس هام جدا 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 الزبحة الكذبة الزبحة الكذبة ايه بقى حكايتها دي زي ما قولنا بتجي في الستات اكتر من رجالة ام الست عواطفها اكتر شوية في ناس فاكرة ان الست ضعيفة في ناس فاكرة كده السطحي اما اقول سامح المخرج العزيز اللي انا بحبه جدا كالأسد سامح كالأسد من أقوى سامح ولا الأسد قطعا الأسد قطعا انا بشبهه بالأقوى منه سامح كالأسد يبقى الكاف جاء قبل المشبه به والمشبه به اقوى من اللي انا بشبهه سامح كالأسد تخير القرآن قال كده قال وليس الزكر كالأسد كالأسد يبقى مين الأقوى الأنثى أقوى من الزكر في القرآن لان الكاف بتيجي قبل الأقوى سامح كالأسد وليس الزكر كالأسد دي حت عن ماشي كانوا عملوا تجربة جميلة جدا 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 الناس اللي بتستهون او بتعامل الأنثى على أنها ضعيفة عملوا تجربة في ألمانيا جميلة جدا تمثيلية كده واحد نايم بالليل يروح مدخلين عليه واحد على أنه حيقتله وعسكينة وداخل وخلاص حيموته حيموته يقولوا لا ده احنا عارفين الكاميرا الخفية زي الكاميرا الخفية عملوا على 100 راجل و106 100 راجل لو محتاجين بامبرز بعده وعملوا اللعبة دي من الرجالة الست اللي دخل عليها بقى جمعها بتاعها قالت الراجل ده كاربطيته مكادش ماشي مع البدلة وكان البرفين بتاعه وحش وكان دقنه مش محلوقة وصفيته معظم الستات بينما معظم الرجالة أغم عليهم الست قوية جدا فما بنهونش بسأله ولكن تصاب بمرض نفسي اسمه الزبحة الكاذبة خاصة لو عاشت في جو مريض قلب أبوها أمها جزها أخوها تبتدي تشتكي من آلام في الصدر اللي احنا بنسميها زبحة كاذبة يلا مواصفاتها ستة يلا طبق المكان تحت السدي الشمال خلي بالكم تحت السادي الألم فين تحت السدي الشمال تمام تمام الزبحة الصدرية أي مكان في الصدر ما عادة تحت السدي الشمال أظنه وانا قاعد بقى في العياد مرتاح أما تيجي واحدة تقولي ان عندي وجع هنا ارتحت الزبحة الصدرية يجي في أي مكان في الصدر ما عادة هذا المكان فده مريح جدا طب هو المكان ده ليه نفسيا بييجي لأن معظمنا معتقدين من ده مكان القلب فلما يجي الألم يبقى نفسيا في هذا المكان عايز تعرف أكتر استنى بعد الفاصل قبل الفاصل كنت بتكلم عن الزبحة الكذبة وبطبق عليها الست نقط اللي اتفقنا عليهم عشان أي ألم لازم نطبق على الست نقط فقلنا أول حاجة المكان المكان تحت السدي الشمال عمر الزبحة الصدرية ما تيجي تحت السدي الشمال بتقتل شكل القلب شك ده ببيس وخز قللك حاجة بتنغز هنا ثلاثة بيقعد قد ثواني أو ساعات مش دقايق عمر الزبحة الصدرية ما تقعد ثواني ولا ساعات دقايق فقط ده الزبح إنما الزبحة الكذبة يا ثواني يا ساعات ساعات سيد سيد قللك بقى لي ثلاثة يام القلم عندي هي فاكرة بقى إن مصيبة كبيرة جدا ثلاثة يام وتلاقي الدكتور بيت حق وسعيد جدا ثلاثة يام ما بقاش زبحة خالص طبعا أنا أكتر حاجة تشغلني الشيران تاجي أكتر حاجة تشغلني حتى لتهاب الطمور ما شغلنيش نمرت حتقول لي طب واتفتق القلق أورته قللك ده على المستشفى ده جاري على المستشفى ده مطلوش منقشة إنما الزبحة تشغلني جدا 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 يعني فيبقى تحت السادي الشمال شك دبابيس قاعد ثواني أو ساعات كتير جدا بيسمع في أي حد هتلاقي واحدة بتقول لك بيسمع في فروط راسي والتاني بيسمع في بطني والتالتة بيسمع وهكذا يسمع كتير جدا جدا في كده في اليمين طيب إيه اللي بيجيبه تلاقي عطلت عطلت بس إحنا ما بنقولش طب المجهود بيجيبه لأ إحنا بنسكت في دي إيه اللي بيجيبه ما قولهاش ما قولهاش على حاجات بيجيبه تقولي الأكل لو إيه كمان ولو زعبت وإيه كمان يجي لي كنتي نايمة آه يجي طب تبقى الكلام عايم جدا طب إيه اللي بيوديه بتعطل لكن هناك كارثة مصرية كارثة مصرية فقط مش موجودة في أي حد في العالم إن إحنا نوصف الإعلاج لبعض فتلاقي جرها أو جرتها قالت لها خدي أرس ساحت لسانك كون الألم يروح بالأرس ليس دليل بتاتا إنها زبحة صدريه بتاتا لأن العين النفسي لو خد الأرس ساحت لسانه حيروح الواجه بلاش اللي عنده تقلص مريء تقلص مريء بعيد كل البعد عن الزبحة الصدريه لو خد الأرس ساحت لسانه تقلص المريء حيروح فحكاية الألم يروح بالأرس بلاش ناخدها كأنها قارينة للزبحة الصدريه إطلق ما الزبحة قاع بتروح بالأرس أوكي لكن في مليون حاجة تروح بالأرس منها المريض النفسي يبقى فين تحت السادي الشمال شكله إيه شكل لبابيس بيقعد قد إيه ثواني أو ساعات بيسمع فين في أي حد إيه اللي بيجيبه أي حاجة إيه اللي بيوديه أي حاجة حنكشف كشف دقيق جدا نفسيا تبقى الست مرتاحة نفسيا إن نتكشف عليها كواس جدا قد نحتاج لرسم قلب إنما ما بقاش عارف إن دي زبحة كاذبة وأعمل لها أسطرة عيب علي تقول لي عشان تتطمن مش مهم تتطمن الأسطرة حاجة بنشتغل بيها أول مكلفة ثانيا لها رزق طبعا لها رزق طبعا مش بدخل الأنبوبة وكلم فعيب عيب قوي إن أنا أبقى متأكد إن دي مش زبحة صدرية وعمل لها أسطرة بحجة أطمنها عند الشك الشديد قوي أعمل رسمها المجهود عند الشك الشديد قوي حيطلع سلبي في هذه الحالات وانطلع إيجابي ما بقتش زبحة كذبة ما بقتش يبقى أول حاجة هنستبعتها الزبحة الكذبة اللي بتيجي المريض نفسيا مش مرتاح الجو المحيط فيه حصل فيه مشكلة في القلب طبعت عليه جات له الألام هو مش كالزاب هو مش كالزاب ولا بيدعي مرض هو عنده الألام لكن الست أوصاف اللي وصفنا بيها الألام بعيدة كل البعد عن الزبحة الصدرية نمرة اثنين ضيق الشريان التاجي طيب الألم في هذه الحالة في ضيق الشريان التاجي عندنا شريانين تاجيين هم اللي بيغزوا عضلة القلب القلب جوه دم بس ما يستفيدش من أنا محتاج دم بيجيلي عن طريق شريان مش بس سفيد من الدم اللي جوه القلب لا ده شريان اسمه التاج الأيمن والتاجي الأيصر بيغزوا عضلة القلب كويس جدا الألم في ضيق الشريان التاجي نعمة من الله والله نعمة من الله جميع الألام نعمة من عند ربنا ان عملنا جهاز في الجسم يستقبل الألم جهاز مخصوص تابع جهاز العصب يستقبل الألم طيب تقولي نعمة ليه قولك يا سلام هنفطرد ضيق شريان تاجي وانت مش داري وانت مش داري ماشي طالع نازل رايح جاي هب وقعت مرة واحدة زايدة زايدة ملتهبة وانت مش عندكش ألم وسعيدة وبتضحك وفرح وانت عندك زايدة ملتهبة وانت حتنفجر وانت مش هنا الألم نعمة من عند الخالق نعمة غير عادية الألم مهم جدا طيب ضيق الشريان التاجي يدينا ألم أي نعم يدي ألم في الصدر أيوة طب هل هناك استثنى يستثنى هل في مريض زبحة صدرية بدون ألم للأسف الإجابة يعني يبقى عنده زبحة صدرية نكتشفها بطرق مختلفة بس هو مش بتقلم خاصة مرضى السكر خاصة المريض اللي عنده سكر ممكن جدا يبقى عنده زبحة صدرية ما هي زبحة يعني ألم بس هو عنده ضيق شريان تاجي ومعندوش ألم عشان كده في بعض الكتب تقول لك رسم القلب الإجهادي في مرضى السكر روتين روتين اعمله من غير مشلك عشان تطلعه وتنقذه وتعالجه بدري طب ضيق الشريان التاجي حيدينا ألم صدر هنطبع عليها الست نقط ويعمل جدول كده بين الزبحة الكذبة وبين الزبحة الصدرية ويعمل نقطة الأولى المكان النقطة التانية الزمن التالتة التسميع اللي بيجيبه اعمل جدول لكل اللي هقوله هتلاقيه رائع ووعي غير عادي هتلاقي عندك وعي غير عادي ان انت أولا هتصرف ازاي اوقت طمّن لا دا مش زي الزبحة الصدرية فأول حاجة بنقول اين الالم اكتر من 90% من مرضى الزبحة الصدرية او ضيق الشريان التاجي القلم في النص في النص في نص صدره مش متطوح لشمال ولا يمين دا المكان دا 90% طيب العشرة في المية اي مكان في السدر اي مكان تحت الترقوة اللي يمين ييجي تحت الترقوة الشمال ييجي هنا في اعلى البط في اعلى البط ييجي اي حتة ما عادة تحت سدي الشمال اي حتة بسدي يبقى عندي 90% في النص الالم في النص وعشرة في المية متبعزة من اعلى البط الى يمين الى شمال الى هنا ما عادة تحت السدش ما يجيش زبحة صدرات يبقى دا اول حاجة المكان تاني حاجة نوع الالم ايه نوع الالم هو غالبا مش قلم غالبا مش قلم همال ايه هقول الكلمة بالانجليزي زيما الهالكوا من الكتاب وبعدين نترجم كتاب كتب ايه يقول لك دا sense of discomfort مش مرتاح مش متقلم بس مش مرتاح يشاور على الحتة دي ويقول لك انا مش مرتاح كان استاذي رحمة الله عليه رحمة الله عليه دكتور عبد منا بحساب الله علمنا علمنا طب وعلمنا اخلاق وعلمنا كيف نعمل المرضى وكيف ندير مكان كان يعني اسطورة دكتور عبد منا بحساب الله هو اللي قال للرئيس انوار السادات ان يجعل الغسيل الكلوي على نفقة الدولة والرئيس انوار السادات وافق ساعته وافق هو يعني ربنا يرحمه يا رب رحمة وصعه علمنا حاجة حلوة قوي قال اخلي بالك العيان اللي يشاور بكاف في ايده خاف اللي يشاور بصباعه اتطمن دايما بتاع الزبحة الكاذبة يقول لك عندي قلب هنا بصباعه بص دقة الراجل ده والتاني يشاور بايده هو بيشاور نوع القلب هو نوعه شك شك فبيشاور بصباعه بينما الزبحة الصدرية بيبقى حاجة قاعدة على صدره زي ما قولنا ديسكنفرط يعني عدم ارتياح او يقول لك فيه طوبة على صدر طوبة يعني احساس تقل على صدر او سكينة ومن هنا جاءت دبحة صدرية زبحة دي واحد بيتبحك يبقى زي السككين او او حرقان حرقان زي الحموضة تخيل يقولك انا هنا حموضة كده يبقى قلنا مكان القلم وقلنا نوع القلم اللي بيجيبه ده مهم جدا 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 المجهود تاني المجهود قلم الزبحة فاكتر من 90% من الناس مايجيش اللي مجهود طلعت سلم احس الاحساس ده جريت شوية او مديت او الاوتوبيس فاتني وانا بجري وراه تلاقي الالم ده جالي فالمجهود هو الاساسي في انه يجيب الالم هل في حاجات تانية يجيب الالم اه الساعة واحد كان في فرح في فندق عن نيل في يناير وجوه جوه دفع جدا وسعيد جدا وهو طالع على الهوى ياخد عربيته حس بألم في صدره لا يا بابا ما تقلقش ده شوية برد والراجل يصدقه يصدقه انه ده برد وانا طلقت في البرد اتقلمت ما تقلقش بلاش نفتي لانا ساعات نضيع العيان بالإفتة بتاعتنا دي وغير ما ندره ألام الزبحة الصدرية الساعة تجيبها لو ساعت شوية تيجي أو شربت حاجة ساعة تلاقي ألم في الصدر قد يكون تقلص مريه قد لكن قد يكون زبحة صدرية لكن الأفلام العربي بفضل الله شوهت فكرة الزبحة الصدرية بيطلع بره بيت يا مجرم ويروح واقع الانفعال ما يجيبش ألام زبحة صدرية لأن أثناء الانفعال الدورة الضموية شديدة وبتملس شراعين كويس فنادر جدا 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 ان يجيلي ألام زبحة صدرية وأنا بزعها اطلع بره بيتي وفريشة ويروح ماسك صدره وواقع مش صح ده مش صح فهي الأفلام شوهت معنى الزبحة الصدرية في ذهن الناس يبقى الحركة تجيب القلم السقعة تجيب القلم المشرب حاجة سقعة تجيب القلم بعض الكتب مش كلها قالت الأكل لو كله تقل شوية ممكن القلم تجيله فتخيل انت واحد رايح الدكتور الألم ايه فهنا شكله ايه حموضة بيجي ازاي لما يكل ده لو ما عملش منظار يبقى عايزة ضرب تخيل تلاتة دول الألم فين في صدر شكله ايه حموضة بيجي بايه بالأكل أظن ده ضل اللي الدكتور ضلال غير عادي عشان كده الدقة يا اخوانا الدقة مهمة جدا 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 في المريض طبعا الدقة عايزة عمره وعايزة خبره وعايزة وقت بس ان شاء الله احنا عندنا احسن لكثرة في العالم والله اشهد للطبيب المصري انه احسن طبيب في العالم طبيب في امريكا مصطور مصطور بمليون حاجة حوالي ابحاث وتمريد وقدة عملية ما حصليتش واجهزة و بتاع احنا بنشغل هنا في كثير من الاحوال فرادة فيبقى ممكن يكون القلم ييجي بالحاجة الساقحة او بجو سائع الاكل نادر جدا جدا الانفعال نادر جدا 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 بقى الانفعال يبقى هذا هو الزبحة الصدرية كمكان وكنوع قلم وايه اللي بيجيبه اللي يوديه يوقف اللي بيعمله يوقف اللي بيعمله زي ما انا هعمل دلوقتي كده واروح واخد فاصل قبل الفاصل كنا بنوصف الام الزبحة الصدرية فين قلنا فين شكله ايه قلنا شكله ايه اللي بيجيبه قلنا اللي بيجيبه اللي بيضيعه ان اللي بيعمله يبطل كان ماشيت لا يوقف وقت مش قادر يتحرج كم ديها كده واروح مكمل ماشيت كان بيكلم في محاضرة ليه بطل لما يحس هذا الاحساس كان بيشرب حاجة ساعة كان كان اي حاجة بيعمل فايبطلها كان طلع سلم بالزاد سلم ده فده الالام اللي هي بنحترمها طيب الام الزبحة الصدرية بتقعد قد ايه دقائق لا ثواني ولا ساعات هزن واضح جدا الفرق بينها وبين الزبحة الكذبة النفسية اللي بتقعد ثواني او ساعات دي دقائق فقط يعني ثلاث دقائق اربع دقائق ربع ساعة ايه خمستاشر دي انه ما تزدش عن جهة لو زادت بقيت قصة ثانية هتكلم عليها شكله ايه فين اللي بيجيبه اللي بيوديه بتقعد قديه دقائق بتسمع فين كلاسيكيا في الكتف الشمال والنص اللي جوه من دراع الشمال السبعين ديقوله انت ماشي كده وايدي معمولة كده النص اللي جوه وفي الكتف الشمال ده كلاسيكيا يعني واحد جي قال لي ان عندي واجح هنا ويسمع هنا وبيسمع 99% حيطلع ضيق شوريان تاجي ايه لابحة صدرية لكن ممكن يسمع في حتة تانية طبعا طبعا في الرقبة الالم يجي هنا ويسمع في الرقبة الالم يجي هنا ويسمع في الفك الالم يجي هنا ويسمع في الظهر فله تسميع مختلف حسب المريض نفسه وزي ما قلت في الاول هل ممكن مريض الزبحة الصدرية بلا الم طبعا خطير خطير اللي مش موجوع ده ومن هنا احنا قلنا ان الملم ده نعمة من عند ربنا مين الاكثر بتوع السكر ليه بيبقى عنده التهاب في اطراف الاعصاب التهاب في اطراف الاعصاب فالعصاب اللي بتنقل القلم مش موجودة فما يحسش بحاجة فده برضو ايه ظاهرة مش لطيفة عشان كده رسم القلب ومتابعة القلب في مرضى السكر روتينية ما استناش ما استناش لما يتواجع لانه جهز ما توجعش جهز ما توجعش خالص فده قلنا اول حاجة مريض الزبحة الكذبة وطبقنا الست نقطة عليه وحفظناه نمرة اثنين مريض الشران التاجي اللي هو الزبحة الصدرية طب مريض انسداد الشران التاجي اللي هي اللي هي حاجة اسمها احتشاء في العضلة عضلة مجرهاش دم الشران قفلته خلص اتقفل الدم الحتة اللي رايح لها الدم من الشران ده مش واخد دم العين بيحس نفس احساس زبحة صدرية ولكن ولكن القلم اشد قوي قوي ويطول قوي ومصحوب حاجتين مهمين جدا اخد بالي بالهم العرق والقيم العرق والقيم ودايما كنت بقول للطلبة انت بتعالج واحد اسمه ابرهيم كلمك في تليفون يا دكتور فاكر انا ايوة فاكر كويس مش انت بتاع الزبحة الصدرية ابرهيم ايوة انا بتاع الزبحة يا دكتور الالم جالي شديد جدا الالم يا دكتور طول الالم يا دكتور خط القرص مرحش تروح انتساء لهم عرقت يا ابراهيم اه طرشت يا ابراهيم اه عربية اسعاف على المستشفى على طول في الحال الدقيقة بتفرق ده انسداد شرينتاج ده مش زبحة ده مش ضيق شرينتاج ده انسداد شرينتاج قلب زي الزبحة الصادرية بالزبط بالزبط ولكن عنيف نمر اتنين زي الزبحة الصدرية بالضبط بس طول احنا الزبحة ثلاثة أربعة دقائق ده يطول زي الزبحة الصدرية بالضبط بس ما رحش بالقراس اللي تحت اللسان ومصحوب مع عرق وقيم ده على المستشفى جري ليه؟ حياخد دواء حيدوب الجلطة انتهت المشكلة اتأخر بازة العضلة بازة العضلة خلاص مهما سلكنا الشوريان حتة من عضلة القلب بازة الوقت الوقت فضيئ في هذه الحالات اما مريض تفتق الاورطة الشوريان الاورطة اهو ده جدار الاورطة الاداي اللي تندون ده الجدار يعمل كده يتفتق كده ده خطير جدا 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 وقد قد يحتاج جراحة عجلة الامه عنيفة الضغط عالي جدا ضغط المريض في الزبحة والجلطة الضغط عادة بيقع ده ما ده ضغطه عالي جدا الام مبرحة ومستمرة وبعدين بفضل الله ان الموجات الصوتية بتشخصه بسرعة اولي خاصة الموجات الصوتية من المريء يعني احنا الموجات الصوتية عادة بنرسبها من خلال جدار الصدر لكن ممكن نرسب موجات صوتية من المريء عشان نبقى قريبين للقلب فبتشخص بسهولة لشعل مخطعي بتشخصه عندنا جراحين ما شاء الله روعة في الجراحة وفي الدعمات الأورطة له دعمة زي الشرين التاج فده بسرعة جدا على المستشفى جلطة الرئة قبلنا منها حالات كثيرة عشان الكورونا قبلنا حالات كثيرة بس جلطات الرئة بتاعت الكورونا كان صغيرة جدا انما الجلطة اللي تخوف اللي جاية للرئة جاية جاية منين من مكانين طبعا من ستين مكان لكن مكانين مشهورين جدا 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 الرجل والحوض الرجل والحوض تبقى جلطة في الرجل واحد رأت كتير أو في الحوض واحدة ولدت وفضلت قاعدة ما بتقومش تتحرق إلى الرئة بتدي ألم في الصدر بس معاها نهاجان شديد جدا وزرقة خفيفة وعلاكة سهل جدا مسيلات دم والعين بيعدي جلطة الرئة كما بدأت أترحم على الأستاذ الكبير والكاتب العظيم الأستاذ صلاح منتصر أختم الحلقة بيه الرجل ده كان فيه إرادة أنا مشوفتاش في حد كتير أنا بعالج مرضى كتير جدا ما شاء الله جدا عنده إرادة الشفاء جاله أمراض خطيرة جدا وقف وقف صلب بإيه إرادة الشفاء إرادة الشفاء دي احنا بشايفينها بنحسها بنحسها بس مش لها أي تفسير خالص والله ما لها أي تفسير العين اللي عايز يخف غالبا بيخف العين اللي مش عايز يخف غالبا بيموت أنا شغال أعناها مركزة ده شغلتي العين اللي عايز يخف بيقوم أهم حاجة إرادة الشفاء كانت موجودة في المرحوم صراحة منتصر كان يوما ما وهو في صغير كان بيدخل وكل واحد ينصحه يبصه الأمانة أول حاجة يقولها ينقوع التدخين هو بطل التدخين وحس الفرق بين المدخن والغير مدخن الرجل ده كان أسطورة لا تتكرر وكررها تاني لا يتكرر ولن يتكرر صراح منتصر ده عمود كل واحد يصحى الصبح يقرأ كنت بتصل بيه يوميا مرة أو اثنين أو ثلاثة خاصة أثناء مرضه لما تعب كان صديق حميم لي وعمره متأخر عن حد أنا يعني مثلا مريض يبعته لي قلتوا رحسام الراجل ده غلبانه وكده أنا في الأول كنت تفكر دول ما عارفه قلتوا له ما عارفه مش خالص خالص ما عارفش اسمه هو لجأ له أنا تعبانه بتاعه وأنا يعني هو يحس إنه هو رجل غير قادر يبعته لي بشوفه وبعاله زي ما هو طلب بالزبط الراجل كان كريم 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 إنه أخصى الله كان حليم كان صبور صبور جدا جدا صبر على المرض صبر شديد كان مرض خطير طبعا مش بالحقي أقول عنده إيه خالص لكن كان مرض خطير ومرض شديد ومع ذلك كان قمة الصبر رحمة الله علي نلقاكم الجمعة الجاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر